أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني إذاعة فلسطينية جديدة في الخليل لتكون ثالثة حادثة من نوعها منذ تصاعد الاحتجاجات بالضفة الغربية المحتلة بينما استشهد فلسطينيون بنيران الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس بذريعة طعنه شرطيا صهيونيا استشهد الفلسطيني باسيم صلاح من مدينة نابلوس برساس قوات الاحتلال قرب المسجد الأقصى بزعم طعنه أحد جنود الاحتلال وأفاد الشهود عيان أن مجموعة من المستوطنين الصهيوني شاركوا قوات الاحتلال في إطلاق رصاص على الشاب الفلسطيني أعقبها إغلاق كامل لمنطقة باب العمود ونشر أعداد هائلة من قوات الاحتلال في المنطقة وأغلق جيش الاحتلال مداخل نابلوس عقب الإعلان عن استشهاد صلاح برصاص الاحتلال وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أغلق حاجز حوارة ومنع الخروج من المدينة كما شدد من إجراءاته على حاجز زعترى جنوب المدينة يأتي ذلك فيما لقيا جندي صهيوني مصرعه جراء سقوطه من دراجة نارية في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأفاد الشهود عيان أن الجندي استضم بحافلة لنقل طلاب إحدى المدارس في غضون ذلك طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ترجمة قرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطيني لأفعال توقف العدوان والإرهاب والاحتلال وتنتهي بإقامة دولة فلسطين وأكد المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف تاريخه تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين عام 1947 أن إظهار التضامن الحقي يتطلب حق تقرير المصير واستضار قرارات دولية ملزمة لإنقاذ الفلسطينيين من الجرائم الصهيونية اشتركوا في القناة